هناك من يقول أن هيئة علماء المسلمين في العراق موجودة في الخارج فقط ولا نفوذ ملموس لديها على الأرض داخل العراق كيف ترد؟ طبعا يقول الكثير أن هيئة علماء المسلمين لا تأثير لها وإذا كان لا تأثير لها لماذا يتوسل المتوسلون بها لماذا تأتي الوفود لمقابلتها لماذا يتوسط المتوسطون للعلاقة أو الاتصال بها هذا الشيء هناك وساطات تجرى معكم هيئة علماء المسلمين ليس كلها في الخارج في أربعة أشخاص في الخارج معلش فقط في هذه النقطة قبل أن ننسها هناك وساطات وتتصالات تجرى معكم من أجل العودة إلى الداخل والدخول في المشروع السياسي نعم فيه وساطات وفيه طب لماذا لا تستجيبون بعد انتهاء الاحتلال؟ كيف نستجيب إذا لم يتغير مشروع الاحتلال كاملا كيف نتعامل مع حكومة تسببت في مقتل ما يزيد على مليون ونصف كيف نتعامل مع حكومة الآن يقبع في سجونها أكثر من أربعمائة ألف معتقل؟ كيف نتعامل مع حكومة يوميا يدخل سجونها العشرات وأحيانا المئات؟ الحكومة حكومة إقصاء حكومة استبداد حكومة إجرام فعلت الكثير نصحنا وأردنا ولم يستجيبوا جلسنا معهم سنة 2004 سنة 2005 كما قلت لك قبل قليل ولم يأخذوا بشيء مما اتفقنا عليه معهم لو أخذ بها لكان وضع العراق غير وضعه الآن إلى أن امتلى الظرف ضرفها من الجرائم إلى الحد الذي لا يمكن أن نتحاور معها أو نتعامل شكرا